ان شاء الله الفترة اللي جاية والأيام والشهور اللي جايين اشهدوا طرح عدد كبير جدا من الشوء سواء كانت اسكان اجتماعي او متوسط الدخلة او اسكان فاخر وانا ببقى مبسوط جدا لطرح عدد كبير جدا من الشوء لكافة الفئات فيه ناس تزعل تقول لك يا عم اقول لنا الاسكان الاجتماعي من نجح احنا دعوا بالاسكان الغالي ابو ملايين ماشي ما ده الناس محتاجاة وده الناس محتاجاة وده الحكومة طرحاة وده الحكومة طرحاة بقى لازم نقول ده ونقول ده اللي حرك مش محتاجه وفيه غيرك محتاجه تعالوا نتكلم اكتر ونعرف ايه انواع الاسكان اللي هيتم طرحها الفترة اللي جاي وازاي احصل على وحدة سكنية مش عرفنا يكون معنا يا استاذ اشرف العمدة مدير تحرير الجريدة العقرية اهلا بيك اهلا وسلم حضرت نورنا يا استاذ اشرف اهلا وسلم حضرت الاول الاسكان الاجتماعي وما يسمع بالاعلانات بقى والحاجات دي كلها ناس كتيرة بتسألنا عايز اقول لك كل يوم الاسئلة بتتبعت يعني اقرب حاجة تبقى امتى بص حاجة بالنسبة الاسكان الاجتماعي طبعا المهندس شريف الشربيني وزري الاسكان ومرافق المقتنمات المرانية كان طبعا اعلن من حوالي يعني بضع ايام عن طرح ستين الف وحدة سكنية بالنسبة لمحدود الداخل التفاصيل بتاعتهم بقى ان شاء الله باذن الله خلال يعني اسابيع قليلة ان شاء الله هيتم الاعلان عن تفاصيل الوحدات دي والمدن الموجودة فيها لكن انا هقول لك بعض النقاط اللي طبعا وصلتنا من مصادري ستين الف وحدة سكنية دول فيهم تلاتين الف وحدة سكنية جاهزين للاستيلان يعني هما جاهزين مبنيين وكل حاجة تمام في تلاتين الف وحدة كمان ان شاء الله باذن الله هيتم ترحوم برضه في نفس التوقيت بس دول هيتم تسلمهم خلال تلات سنين وفق يعني ستة وتلاتين شهر من تاريخ اصدال تاريخ التأديل بالنسبة للستين الف وحدة سكنية بالنسبة للإسكان الاجتماعي حاليا في التوقيت الحالي في لجنة من وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التامل العقاري ودعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم فايد التامل العقاري عموما بيدرسوا المواقع اللي هيتم تنفيذ الوحدات السكنية اللي هيتم طرحها الشهر الجاي هو الطرح على فكرة لإما يبقى آخر الشهر ده لإما أول 11 أو أول نوفمبر ففي التوقيت الحالي بيحددوا المواقع اللي هي يتم إنشاء الوحدات السكنية فيها سواء في هما المواقع دي تقريبا موجودة في 15 مدينة وجزء منها موجود في المحافظات اللي هي وحدات فيه وحدات جهزة موجودة في المحافظات اللي هي متخللات الطرحات اللي فاتت اللي هي الناس ما تقدمتش عليها المواقع اللي موجودة إن شاء الله أو اللي هي جاري تحددها من قبل اللجنة دية هيتم عرضها على دولة رئيسة مجلس الوزراء لإعتمادها ويتخلالها بقى المواقع والاشتراطات العامة والاشتراطات الفنية والاشتراطات المالية وبالتالي آلية السداد وأسلوب الحجز نفسه أو أسلوب التأديل نفسه يعني ببساطة الأول هم عايزين يعرفوا أن الشخص اللي هيقدم ده عنده قدرة على سداد الإست صح كده؟ لا هو الموضوع بيتاخد باكش أنا بقدم له دعم مالي ودعم نقدي اللي اتنين وبدعم له الفايدة اللي بياخد بها الوحدة طيب يعني مثلا يعني هيبقى مثلا المؤدم كام مثلا؟ المؤدم هو الأسعار وفقا طبعا المعلومات اللي جات لي بيزيد عن الأسعار اللي فاتت أو آخر طرح بالنسبة تتروح من 15% إلى 25% اللي فاتت كان كام؟ اللي فاتت كان بتبدأ من 350 ألف جنيه لحد 35 ألف لا المؤدم المؤدم كان تقريبا تقريبا حوالي 35 ألف جنيه أو 30 ألف جنيه يعني مثلا المؤدم ده تقريبا هيبقى 45 ألف جنيه يعني نجهز 50 ألف تقريبا تقريبا فوق أو تحت هتبقى 50 ألف جنيه ممكن قلت شوية هي بنسبة يعني مليون في المية أو مية في المية إذا بقول حضرتك هتقل شوية هتقل عن 50 ألف جنيه لكن يعمل حسابك في 50 ألف يعمل حسابك في 50 ألف حضرك هتروح تقدم اه اتفتح باب التقديم مثلا النهاردة قدامك شهر كامل عشان تقدم فيه براحتة تقدم فين؟ هتقدم على موقع صندوق التمويل العقاري الموقع ده موجود تسرش بس على جوجل اكتب صندوق التمويل العقاري حضرك هتنزلك هتروح تقدم تعمل تسجيل دخول باسمك الرقم القومي البيانات كاملة بتاعتك بتسجيلها وبعد كده بيجي لك ان انت تحط باسورد بس أهم حاجة وانت بتقدم حضرتك لازم تحط رقم تليفون أو وسيلة اتصال دائمة التواصل معاك يعني يعني ما تحط ترش تديهم تليفوني بنوختك تديهم ما استنى معايا خمس خطوط خدوا أي خط فيه الزبط كده هم عايزين يقولك ألو ترد عليهم يبقى فيه ألو ترد عليهم وممكن كمان ما يتصلوش بيك ببعض رسائل فالرسالة بتجي لك من الصندوق هو يقولك مثلا روح انت تم قبولك ادفع كذا اكمل كذا اعمل أي حاجة ان هم بيبعثوا كمية رسائل رهيبة لكافة العملاء من كافة الشرايح يعني هم كان فيه جزء معاهم من دار مصر أو الاسكان الحر يعني عنده اسكان حر عنده اسكان ساس ماري وعنده جنة ودار مصر كان تراحها قبل كده وعنده اسكان اجتماعي في مراحل قبل كده وبعد كده فبالتالي انت عندك كمية تعاملات مع فئات من المجتمع بشكل مختلف وبشكل متنوع كبيرة جدا فبالتالي انا ممكن كصندوق ابعث لك رسالة بعممها على كل للناس اللي تنطبق عليه نفس شروطك فتبقى رسالة موحدة مينفعش لكن لو فيه اي مشكلة مع حضرتك كعميل أو كمواطن قبلتك من حقك ان انت تتصل بالصندوق أو تروح للصندوق اللي هو الاماكن المخصصة الاستفسار فيه في اكتوبر فيه في 15 مايو فيه في جهاز العاشر فيه في بدر فيه في الصندوق نفسه المقر بتاعه اللي هو موجود في وسط البلد أو في منطقة الدقي ممكن انت تستفسر ممكن تتصل من الهوتلاين بتاعهم تصل بالصندوق يعرفوك كل الخطوات بتاعتك أو انت وصلت لحد فين الليمت بتاعك طرح الجديد بقى ان شاء الله اللي هيبقى في الشهر اللي جاي هيدو اول اسبوع لاخواتنا طبعا واهلينا من زو الاعاقة ودي اسبوع اول اسبوع هم من حقهم ان هم هقدمها على الوعادات السكنية وليهم نسبة 5% منها بعد الاسبوع ده هيتم زو الاحتياجات بنقي اي دور ولا برضو بيراعوا فيها ان هو ياخد الدور الارضي لا هو اي دور مع الاعاقات دي متنوعة اي يعني حضرتك الاعاقة هنا مختلفة عن هنا صحيح صحيح اللي ده هو بيتحلك كل الاماكن ومش هيختار حضرتك الاسكال الاجتماعي ده قرعة الكترونية يعني حضرتك انت مقدم وانا مقدم ده سين من الناس مقدم صد من الناس مقدم ده قرعة الكترونية وفقا للقرعة الالكترونية اللي بتيجي حضرتك انت هتاخد تحدد لك الدور الرقم الوحدة تحدد لك رقم العمارة بيتحدد لك المنطقة بيتحدد لك طبعا انت قردي محدد المدينة لكن ما تقدرش لاتحدد المنطقة الا لو كانت نازلة في قرصة الشروط هل عرفنا ايه المدن المرشحة 18 مدينة اللي نازلين جداد ان شاء الله هتبقى فيه بنسبة مكبيرة جدا هتبقى فيه اكتوبر الجديدة في منطقة غرب المطار الانتداد الطبيعي اللي هو بتاع الوحدة السكنين اللي فاتت ايه في مدينة بدر فيه فيه العبر الجديدة موجودة العاشم الرمضان السيدات هتلاقي في برج العرب هتلاقي فيه رشيد هتلاقي في المينيججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج فيها فيها اسكان اجتماع فقوريدي هم تقريبا 15 مدينة جديدة موجودين بخلاف الوحدات اللي موجودة في المحافظات اللي هي جاهزة أنا دلوقتي مثلا هنقول انه متوسط سعر الوحدة 350 ألف جنيه أنا هدفع 50 أو 45 أو حاجة كده بتاع الباقي سطولي على قد إيه أنا هقول لها حاجة بتتضبط بها القلية السداد اللي هي هيتم اتباحها خلال المرحلة اللي جاي حاجة هدفع مقدمة الحجز اللي هو 50 ألف جنيه 40 ألف جنيه 45 ألف جنيه على حسب الليمت النهائي اللي هيجي من موافقة مجلس الوزراء حالي وبعدها هتاخد أقصات لإما أقصات كل 3 شهور هتدفع من 6 ل 8000 جنيه كل 3 شهور لمدة 12 أست اللي هي المدة بتاعت التلات سنين 36 شهر وبالتالي بعدها هتروح طبعا تخلص الإجراءات اللي هموا التابعة وفقا لقرصة الشروط وفقا للشروط بتاعت صندوق الإسكان الاجتماعي وهتروح تتعقد مع البنك بتعملك عملية استعلام أولي وبعد كده استعلام نهائي بيتأكدوا الورق اللي موجود مع حضرتك أو اللي انت اللي قدمته للسندوق كويس أو فعليا مطابق للحالة الواقعية وبالتالي هم يروح مرشحينك على أي جهة تمويل عقاري سواء بنك أو شركات تمويل عقاري فيه 28 جهة تمويل موجودة 22 بنك وتمان شركات تمويل عقاري نفس الخطات اللي موجودة في البنك هي نفس الخطات اللي موجودة في شركات تمويل عقاري هتروح تمضي معهم العقد وهم برضو فيه إجراءات من الشركة عشان تضمن حق الشركة وحق التمويل معنى زمان أنا كنت بدفع المؤدم وروح خلاص يقول للإست على 20 سنة وخلاص الموضوع خلص موجود مكمل 20 سنة موجودة وريدي تمان بس هيبقى تابعة شركة أو تابعة بنك وريدي أنا لما بجم أول وحدة بقم قولها من فين بقم قولها من صندوق التمويل من بنك أو من شركة تمويل عقاري وريدي ده متابعة من أول إعلام آه يعني ده حاجة متابعة من زمانية متابعة من أول إعلام بيبقى الفايدة كم في المية؟ 8% 8% 8% الفايدة مدعمة بدعمها وزارة المالية يعني وزارة المالية كانت موقعة بروتوكول مع صندوق التمويل العقاري أنه هي تدعم 80 ألف وحدة سكنية وفعليا نتعامل الكلام ده وهم هيقدموا الدعم اللي موجود الفارق بين أو الفجوة التمويل اللي موجودة في الفايدة سواءً هي 25% أنا أقدر أقول مثلاً هيبقى الإست حوالي 1400 جنيه مثلاً في الشهر ولا حاجة لا لا الإست ما أقدرش أحدده للسبب أننا ده يحدد وفقاً لسعر الوحدة أنا بقول بالتقريب لأن حراك قلتلي أنا هدفع الوحدة تبقى متوسط 350 ألف جنيه أو متوسط من بداية من 350 لحد 550 ده الإعلان الأخير الإعلان اللي جاي فيه زيادة سعرية من 15% ل 25% طبعاً يعني تقريباً أقول مثلاً من 430 لحد 630 فمتوسطها مثلاً نقول 500 ألف جنيه مثلاً الوحدة أي إن كانت نوع المدينة على 20 سنة على 20 سنة أنت حدك هتدفع مقدم الحجز وبالتالي هتدفع كل 3 شهور من 6 إلى 8000 جنيه بعدها هتدفع دفعة استلام حسب ما يحددها لك البنك أو جهة التمويل الموجودة حدك هتدفع بقى دفعة الاستلام وبعدها هتحدد القيمة الشهرية الشهرية هتدفع حضرتك وفقاً لإيه بقى وفقاً لسن حضرتك وفقاً للدخل بتاع حضرتك وفقاً لسعر الوحدة هم بيأخدوها لحد كم سنة 20 سنة حد أقصى 20 سنة لغاية الأقصى سن يبقى كم يعني حضرتك 60 سنة يعني لو واحد عنده 40 سنة هيخد على 20 لو هو 55 سنة يسع على 15 سنة لو هو 50 سنة هيتفعها على 10 سنين لو هو 55 سنة على 5 سنين بس حضرتك لازم يكون سنة حضرتك قبل ما تيجي تقدم لا يتجاوز الواحد وخمسين سنة يعني فوق الواحد وخمسين مش محقق قدم أقل من واحد وعشرين سنة منفعش يقدم واللي أكبر من واحد وخمسين سنة منفعش يقدم في حاجات تانية بقى بيتم طرحها لطبعا أهلينا وأبهاتنا من أصحاب المعاش بس ده في حد أقصى خمسة سابعين سنة يعني حضرتك لو أنت مثلا سنة معاش ستين سنة هتاخد الفترة السيدات بتاعت الوحدة خمسة سنة طب أنت لو خمسة ستين هتاخد على عشر سنين طب أنت لو سبعين هتاخد على خمس سنين وده كل ما الشريحة قلت كل ما القيست يزيد وفي الأول والآخر حزبة اكتوارية طبعا نعم بس عشان فيه سؤال بننسأله كتير أنا الوقت أوليل وعايز أسأل حركة سيئلة كتير طبعا فيه ناس بتسأل تقولك طب أنا أنا معي الخمسين وأنا معي العشرين والدنيا رايحة والدنيا جاية بتاعه فده بينطبق عليه الإسكان بقى اللي هو الدولة بتساعد به الناس الغلابة اللي هو ممكن من غير فلوس بس ده ده مش قصة طبع وزارة الإسكان صح كده؟ ده اللي هو زي الإسكان الموجود هنا أهلين واحد وأهلين اتنين والحاجات دي كلها ده ما هقول لحاجة حاجة بالنسبة للطبقة الأقل من محدود الدخل الدولة بتقدم لهم دعم لكن وحدات السكانية دي لها تكلفة فالدولة هتحملها والدولة بقى تساعده إزاي؟ لإما تطرحل الوحدات دي بنظام التأجير التمليكي أيها اللي هو ممكن يبقى على تلاتين سنة حاجة تدفع له قيمة مالية شهرية وفي آخر المدة بيقول لك خد العقد بتاعك هو بدل ما هو إيجار هملكه لك زي برضو بتبقى يعني دي خضعة أو تابعة لوزارة الإسكان؟ لأ دي تابعة لمجلس الوزراء هو اللي بيحددها وبيقيمها وبيوكلها لوزارة تضامن الاجتماع مشهرية يمكن مشاريع أهلين هنا موجودة مشاريع أهلين دي بس أهلين أعتقدش أنه ما أخدوا منهم حاجة يعني كان بديل اللي هي مشروعات بديل اسكان بديل اسكان بديل هو أخد منه إيه؟ أخد منه قيمة الأرض أخد منه العشة وإداله مكانها شقة وإداله وحدة وهو بنوها عليه بس أنت لو رحت حضاك سألت هتلاقي فيه قيمة مالية بتتدفع من الوحدات دي أو هم حددوا سعر الأرض وبالتالي حددوا سعر التكلفة بتاعة الوحدة فبتلاقي اللي اتنين مطبقين أو هم خدوا الأرض وعملوا على مشروع سيس ماري وحطوا جزء معين من الوحدات دي لأهلين كلهم موجودين والجزء الآخر من المشروع بيغطي ده ده أنت حرك بتقصد اللي هو زي ما سبيرو زي ما سبيرو لا لا أهلين هم يعني لا خدوا منهم أرض ولا كاب بتاعتهم ولا الأرض يعني خدوها من الناس الأرض كانت ملكة الدولة موجودة والدولة بنت عليها لكن الناس دي كنت عيشة في عشش وحاجات كده غير أدمية فدوهم حتى الشقة كانت مفروشة أنا مع حضرتك بس في قيمة مالية تدفع بتتحملها الدولة لإما المواطن اللي يتفعها لإما الدولة تتحملها فده في الحالة بتاعة أهلين الدولة هي اللي بتتحملها بس دي لها حزبة تانية خاصة حزبة تانية مالهاش دعو بوزارة الإسكان والتأسيت وأنا معيها خمس تلاف معهم عندها شقة القصة دي كلها خضعة لوزارة التنظام الاجتماعي وخضعة لآليات تانية وزارة الإسكان مش موجودة فيها بيتات أنا بتكلم دلوقتي على شقين الشق اللي هو الخاص بوزارة الإسكان اللي بتطرحها وفي نفس التوقيت الشرائح اللي هي بتخطبها الوزارة إيه بقى المرشح يبقى موجود تاني بقى في المرحلة اللي فوق محدود الدخل إحنا عندنا إسكان متوسط وفاخر بالزبط وفي عند حضرتك إسكان فوق متوسط وفي متوسط وفي محدد الدخل إن شاء الله بكرة هيتم بتطرح أكتر من 1650 واحدة سكنية تبدأ من بكرة لمدة شهر في 8 مدن دي وحدات نقدر نقول عليها متوسطة بتخاطب الفئة متوسطة الدخل لو سكن مصر نقدرش نقول علي سكن مصر برضو وإنه فيه برضو متخللات في مشاعات تاني يعني فيه جزء سكن مصر وفيه جزء جنة وفيه جزء بس جنة النهاردة بيعتبر إسكان فاخر يعني ما هو إسكان فاخر بس أنا عندي متخللات يعني متخللات معلش متخللات هقول لي حاجة حاجة يعني أنا عندي مثلا عمارة فيها مثلا 14 شقة بيعت منهم 18 يعني بفضلين 6 الستة ده تسمى وحدات متخللات يعني أنا موجودة العمارة عندي كده نسبة الإشغال فيها حوالي 60-70% متبقية منها بس المتبقيين اللغة الدرجة في الإسكان العموم بقولك لا ده متخلل يعني ده شاغر فاضح فبالتالي هم عندهم متخللات في بعض المشروعات التانية مش جنة بس أو ساكن مصر بس في وحدات عندك بتبدأ من 55 متر في أكتوبر ده مش جنة ولا ساكن مصر فبالتالي ده ممكن يكون ليه مشروع كان قديم ودول وحدات جهة بقى في وحدات بيتم ترحب واستلامها بشكل فوري بالزبط كده كل ده شكل فوري وحضرتك هتروح مش هتقدم بقى في مشروع جنة مش هتقدم مشروعات جنة احتمال تبقى موجودة فين بص حدك بالنسبة المشروعات اللي هي فوق متوسطة أو ما يسمى بالأقل من الفاخر شوية ده هتبقى في 8 مدن برضو عندي في شخ زايد عندي في اكتوبر قارات جديدة منصورة دومياط المينيا في مدينتين تانيين تقريبا هيبقى في برج العرب و15 مي حلوة خالص دول 8 مدن اللي موجود فيهم المشروعات بتاعت ولإيه بقى الاسكان الفاخر الاسكان الفاخر اللي بقول عليه ده زي العالمين اسكان فاخر أبراج مشروعات الحي اللاتيني في العالمين اللاموزين في العالمين عندي مشروع المقصد في العاصمة الإدارية عندي مشروع جاردين سيتي في العاصمة الإدارية ده كل تبع لوزرطة الاسكان طبعا بالتالي دول اسكان فاخر بيستهدفوا الطبقة اللي هي الأعلى دخلا اللي هي الوحدات السكنية بتعدي مثلا سعر المتر فيها أكتر من 70-80 ألف جنيه والأبراج ممكن تعدل 150 ألف جنيه المتر فبالتالي ده بتستهدف طبقة يعني زي ما يقوله كده منطقة مستهدفة التنوع اللي بتطرحه وزارة الاسكان حلو جدا لكافة الشريح بتاعته بيعمل بالانس في السوق احنا أول مرة تم طرح التنوع ده كان بالزبط من 10 سنين سنة 2014 بالزبط ما قبل 2014 كان متعرف أن الدولة لا توفر إلا لمحدود الدخل لكنها لما بتدي التنوع دي حاجة كويسة جدا يا عشان ما كمان يعني اللي هو كان بتاع متوسط الدخل كان بيروحي يا إزاح محدود الدخل يقول لك أخذ شقة وخلاص من التمع وعندك هو حاجة أحسن شوي فأنت تقدر تدفع القسط فالنهار ده لا بقى فيه كذا منتك كان يدخل السوبر ماركت وقدامي كذا حاجة ده ولله حاجة أكبر كمان أن وزارة الإسكان مع التنوع اللي بتترحل من وحدات سكنية فيه تنوع تاني من الأراضي يعني حضرتك وزارة الإسكان من 2014 لحد الآن ترحى أكتر من 330 ألف قطعة أرض يعني صغيرة من أول 209 متر لحد 1300 متر ده الأهالي وبخلاف بقى أن هي طرحة من 2014 لحد 2024 حجم الوحدات اللي هي تم إنشاءها أو جري إنشاءها أو مستهدف إنشاءها لحد توقيت الحالي أكتر من 2.5 مليون وحدة سكنية خططة خلصنا منهم تقريبا دخلنا على مليون وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي هو مشروع المليون وحدة اللي أطلقوا طبعا سيادة الرئيس في 2014 عندنا أكتر من 250 ألف وحدة سكنية لمشروع سكن مصر عندنا ما يعادل أكتر من 170 ألف وحدة سكنية في مشروع جنة ودار مصر والمشروعات دي لن تتوقف المشروعات دي ممتدل نتكلم إن تقريبا 200 ألف وحدة كل سنة ودي حاجة برضو كبيرة جدا يعني في الحقيقة التقريب أنا يعني إنت لو مصلت على كل الشرايح أو أقل شوية هو لو 200 ألف وحدة سكنية حدق على كافة الشرايح تقريبا نفس المعادلة بتاعت حضارك اللي بتقولها عندك 2.5 مليون وحدة بخلاف بقى إنها قطعة الأرض نفسها بتمثل كم وحدة سكنية يعني تقريبا ما يعادل 6 أو 7 وحدات سكنية على قطعة الأرض إضرابها في 330 ألف قطعة في 6 وحدات نعم دي حاجة كويسة جدا وإحنا بصراحة الوزير الجديد ووزير نشيط وزير الإسكان شريف الموند شريف شيربيني ونتمنى مزيد من الوحدات السكنية الناس بتفرح لما بتحصل على شقة ولازالت الشقة حلم الناس كتير ربنا يدي الناس كلها أنا بشكرك أستاذ أشرف العمدة مدير تحرير الجريدة العقرينة وردنا جدا أنا خليك مسي جدا حضرتك شكرك شكرك ومشاهدين على متابعاتكم لينا في حلقاتنا النهاردة إن شاء الله نشوفكم يوم الاتنين اللي جاي وحلقة جديدة وصباح النور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة